تعد محافظة شبوى إلى واجهة العمليات العسكرية من جديد بعد أن شهدت جبهاتها هدوءا نسبيا خلال الأسابيع الماضية فقد تركزت المواجهات في مناطق عكدة العلام وعكدة السليم وطوال الساداء التابعة لمديرية عسيلان وأسفرت عن مقتل نحو 13 من الميليشيا وجرح آخرين وفق مصادر ميدانية وفي منطقة بيت صبيح تمكن الجيش الوطني من صد هجوم للميليشيا كان يهدف الاستعادة السيطرة على مواقع حررها الجيش هناك مقاتلات التحالف العربي بدورها شنت سلسلة غارات استهدفت مواقع الميليشيا في محيط بيت منقوش ما أسفر عن مصرع العديد في صفوف الميليشيا وفي محاولة لتعويض خسائرها على الأرض عمدت الميليشيا إلى اقتحام منازل المدنيين في قرية الحرجة التابعة لمديرية بيحان ويعد هذا التطور مؤشرا على استماتة الميليشيا في خوض المعركة نظرا لما تشكله المحافظة من أهمية كبيرة ومحاولة منها لاستعادة المواقع التي خسرتها خلال الأشهر الماضية